وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 377 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 57 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 27 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 30 طن أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 604 قضايا من بينها 56 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وإلى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قضية واحدة بمضبطات بلغت أكثر من 5 أصنان أقماح محلية